تصريح الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بعد مباراة الشباب والنصر كان الزميل المتواجد هناك مواسل القناة الرياضية السعودية فهد المالكي نتابع شغالين عن رخصة الثانية أنا أقول لك من هنا أنا أحط 15 مليون زيادة لأسبوع الجاي نتمنى من أعضاء الشرف أن نكون نعشان نخلص الرخصة كم المبلغ يعني ما أقدر أقول لك كم بضب بس يعني أتمنى من أعضاء الشرف يتفعلون يلا أتمنى من أعضاء الشرف أنه يتجاوبهم معنا زي ما قلت لك أنا بحط من فسابي الخاص 15 مليون ما أمدانا يعني ما أمدانا يوجع مع الشباب قبل أنا أحب بس أقول من هنا أنه حنا يبغى لنا يعني فيه تنسيق دائم بيني وبين الأخ الغالي تركيا للشيخ رئيس الهيئة الرياضة على أمور المنتخب وإن شاء الله هذه السنة ستكون سنة استثنائية للمنتخب فخلونا نركز على المنتخب بعد الحين إن شاء الله اليوم فيه كورة أو كورتين يمكن فيه بلانتي للفريديا توقع فيه كورنر من كورنرات أمورة السابقة هل تعرض النصر طبعا طبعا وأنا مدري لش الحكم هذا يحكم للحين ما توقف يعني سلطان الحربي هو اشتركوا في القناة